قلتي إن الدولة لازم تقوم بإخصاء المتحرشين جنسياً عقاباً على أفعلهم التصريح غاضب جداً لأن الفعل نفسه شيء مستفز جداً وما بشوفش إنه هو ليه أي مبرر في الدنيا وكنت وقتها متضايقة جداً من اللي حصل كان وقتها حصل حدثة بشعة يعني البنوتة وفي مدان التحرير وأنا يعني كأي بنت بشوف إن ده ملهاش مبرر يعني ده حاجة ملهاش أي مبرر في الدنيا يعني في الوقت ده الصحافة عملت ربط بين تصريحك وبين تصريح تاني للمخرج عمر سلامة قال فيه إنه لابد من تقنين الدعارة في مصر إيه سبب الربط ده؟ لا مش عارفة بصراحة أنت مش شايفة سبب للربط؟ خالص في علاقة بين تقنين الدعارة في مصر وبين التحرش؟ لا مش شايفة ليه علاقة إنه مش ممكن تبقى سبب إنه يقل نسبة التحرش في الشارع؟ لا إحنا مش حيوانات أو تبقى فيها شيء من التنفيس المقنن؟ لا التنفيس المقنن ده ممكن يحصل وبيحصل على فكرة من غير ما يبقى ده شيء ضد رغبة الناس يعني أو ضد التقاليد بتاعة الشعوب اللي إحنا عايشين في وسطها وإن اللي إحنا منهم يعني لكن مش شايفة إنه هو ده ليه تحرش زاد لو إحنا مش حيوانات؟ أنت بتقولي إحنا مش حيوانات يعني أيوة لا ليه ده أنا معرفش إيه سببه إنما المفترض إن إحنا مش حيوانات والمفترض إن إحنا بنعرف نتحكم في نفسنا يا إما كن زماننا عايشين في غابة يعني بعض النقاط بيقولوا مونة زاكي كانت من رائدات السينما النظيفة وفي أفلام الشباب إحكي شهر زاد كان فيلم للكبار فقط أنا ما نسبتش لنفسي سينما نظيفة وأنا ضد إن إحنا نقعد نسمي السينما هي السينما الصورة المثالية اللي مونة زاكي رسمتها على نفسها لجمهورها من خلال أدوارها طبعا مونة أنا ابتديت وأنا طفلة يعني كان عندي 13 سنة خلاص أكيد أدواري وقتها كان بتسمح أن أنا أعمل أدوار يعني ليها علاقة بسني لما الواحد بيكبر ولما الواحد مخه بيختلف وتفكيره بيختلف وسنه بيختلف اختياراته بتبقى مختلفة وهو فيلم إحكي للكبار فقط بسبب أكتر أفكاره من المشاهد أكتر من المشاهد اللي موجودة فيه مفيهوش مشاهد خارجة أو مؤزية بشكل فضيع لكن هي أفكار وهي اللي جريئة جدا بس الأدوار اللي عملتها قبل كده مونة زكي هي كانت السبب أنه الصورة دي تتبني عند جمهورها وعند مشاهديها فبالتالي لو نجمة إغراء خلعت ملابسها أمام الكاميرات مش هيبقى فيه رد فعل بالقوة اللي ممكن يبقى رد فعل الجمهور لو مونة زكي عملت أداء ساخن شوية أو بصت بصة فيها رغبة زي اللي في الفيلم والله وحسب كل واحد بيشوف السينما إزاي وبيشوف الناس إزاي لو حد بيحبك هيفضل يحبك أحنا نتكلم من وجهة نظر الجمهور أنا فهمة أنا فهمة بس قصدي اللي بيحبك بيفضل يحبك بغض النظر هو باني في مخه وإيه الفكر يعني واللي بيكرهك هيفضل يكرهك ولنص نص هيجي في وقته ويغير رأيه فيك سواء بإنه يحبك أو يكرهك هيختار مكان من الاتنين بس